مهم جداً في المرحلة اللي احنا فيها ديات يمكن فرة الاتحاد كمان مختلفة عن الدور الاول عندها خط هجومي الى حد كبير جداً هايل جداً ورائع جداً لكن خليني اقول دايماً المباراة المتلاحقة والمتتالية بتبقى صعوبتها ان انت كل المباراة بتبقى عايزة في دوافع شوية كل يومين ثلاثة بتتساعد المباراة ما بين المباراة والتانية 48 ساعة ضغطة المباراة الخاصة بالموسم اللي احنا فيه وخصوصاً احنا كمان عشانها كان عندنا مؤجلات لمشاركتنا في أفريقيا لكن برضو ارجع اقول دايماً التحضير للمباراة والدخول في المباراة واستعدادك للمباراة واحترامك للخصف كل دي عوامل بتساعدك يعني كابتن سيد في اللقاء الشباب السعودي شوفنا بعد اللاعبين الزهروا بمظهر طيب هل ممكن نشوفوا في الفترة اللي جاية زي باكا وزي أكرم توفي مستخدقى دي حاجات فنية خاصة وكتب حسن البدل لكن اللي أنا عارفه اللي أنا متأكد منه انت في المباراة المطلحكة دايات يعني هتيجي دورك هيجي دورك يعني ما فيش شك في كده يعني إصابات إيقافات لقدر الله يعني حالة فنية ممكن تبقى مش اللي انت معتد عليها فده بيخلي العملية سريعة جد انها تجي لك طلاحهم المباراة زي ما ذكرت بتبقى محتاج ان انت يبقى فيه عدد من اللعيبة بتتغير عليهم عشان ما حدش يتعور فكل ده هجي لك هجي لك لكن لما هجي لك بقى استعدادك انت لها المباراة عامل ازاي استعداد الفني والمعنوي والبدني فكل ده مهم جدا ان ده شغلك انت الشغل بتاعنا ما حدش يعمله غيرنا شغل كمنظومة بشكل كبير يعني استعدادك للقاءات استعدادك للمرحلة اللي انت فيها اهدافك اللي انت عايسها من كل مرحلة كل ده شغل محتاج ان انت تركز فيه بشكل كويس مبارح مبارح خلاص يعني انتهى بكل ما فيه بحلو بمره فاستعدادك لبكر عندنا مباراتين فاربع تيام مع فرقة مقدمة مردود طيب جدا في الدور الحدبات اللي هي مباراة المولين العرب يوم الخميس ويوم الاثنين فمع كابتن محمد عودة فانشار رحملنا حضر لها بشكل كويس ونستعد لها بشكل كويس وربي بإذن الله يكون توفي حالفنا بإذن الله طالح كل مباراة كابتن وقتلعبه كل يوم كل ثلاث تيام بش ما بسببش لجهاز الفن نوع من انواع القلق نوع من انواع الاضطراب خاصة من بعض الاساسيين خاصة على اللعيب الاساسيين بالتأكيد يعني ضغطة المباراة تعمل بيحطك يعني يعني فرصة لل للإصابات أو لقدر الله حاجة أكبر كمان من إصابة ممكن تبقى عضلية أو لحاجة لكن ممكن تبقى أكبر من كده لكن في النهاية زي ما قلت هو موسم استثنائي فعلينا ان احنا نخوضوا وعلينا ان احنا نتعامل معاه ونتعامل مع الواقع يعني الحمد لله لحد كبير احنا لك حين لحد الوقت بشكل كويس قوي اتمنى ان احنا نواصل يعني لكن هقول برضو دايما ان ثقاتنا في اللعيبة ايا كان المجموعة اللي بتنزل ايا كان المجموعة اللي بتلعب ايا كان اللي موجودين في الملعب فما عندناش شك ابدا ولا عندنا اهتزاز في ثقاتنا بهم ابدا الكل بيقدي والكل بيخش في المنظومة وانت شايف يعني الحمد لله او الناس شايف يعني انت بتلعب بنفس الاسلوب ونفس الطريقة لكن الكل حافظ يعني وعايز اقول كمان ان متعقرة القدم صحيح في الجزء التهديفي او المهارة او 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 لكن كمان النظام الدفاعي او التكتيكي لازم كمان تبقى انت مستوعب وتماما يعني انت احنا فرقة بنلعب كتلة واحدة يعني الفرقة العالمية مع اسمها وتاريخها وبطولاتها وكل حاجة هتبص هتلاقي عندها يعني فترة بالدافع وفترة بالهاجم يعني مش كل هجوم على طول يعني الملعب ما بينفعش تاسم نصين واللي بيلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي لازم يبعنده الشخصية اللي تساعده على كده لازم يبعنده التفكير اللي يساعده على كده عشان تلعب فترة طويلة جدا في النادي الاهلي مش كل حاجة بالجزء المهاري الجزء الشخصي والجزء وتفكيرك وطريقة اداءك وتصرفاتك والفاظك وتصريحاتك كل دا بتحسب عليك يعني وبساعدك او بيبقى ضدك اخيرا كابتن سيد اهم المكاسب او الاجابات من وجهة نظرك في القالة يعني المكسب بك تأكيد كله ايجابيات يعني لكن مباراة زي من اقولت مش عايز اوقف عندها كتير لانها مباراة وانتهت خلاص انت هتستعد البكرة البكرة بالنسبة لنا هنخش في اهتمامنا وتحضرنا وترتبنا لمباراة المؤولين او مباراة المؤولين يوم الخمس يوم الاثنين بيزن شكرا كابتن سيد